تفجيرات ارهابية في عاصمة واقة تعيش وضعا سياسيا مضطربا حيث سيقظت عدا على انفجارين منفصلين احدهما استهدف مقر البحث الجنائي والاخر مقر تجمع الاصلاح وبينما اعلن ما يسمى بتنظيم داعش مسئوليته عن تفجير البحث الجنائي سجلت حادثة تفجير مقر الاصلاح ضد مجهولين لم تصدر اية تاكدات من الجهات المسؤولة في عدن عن الجهة المنفذة لتفجير البحث الجنائي واكتفت مصادر محلية بالحديث عن حدوث انفجار عنيف عقبه اشتباكات مسلحة لكن داعش اكد في بيان منسوب له تفجيره بوابة المبنى بسيارة مفخخة زاعما انه قتل العشرات من الجنود في الوقت الذي افادت فيه مصادر طبية عن وصول قثث سبعة جنود واثني عشر مصاب الى مستشفى الجمهورية التعليمي وقال البيان ان التنظيم قام باقتحام المبنى ثم احراقه وجميع الاليات العسكرية فيه فيما اكدت مصادر اعلامية عن استمرار الاشتباكات في الوقت الذي تحاصر فيه قوات الامن مبنى ادارة البحث الجنائي التفجير الانتحاري في عدن تسوده ملابسات غامضة في ظل تصريحات اعلامية لمصادر امنية عن تسلل مسلحين يرتدون زي شرطة النجدة الى مبنى البحث الجنائي مما يعزز الشكوك مراقبين بامكانية تورط مسؤولين امنيين في الحادثة تاتي التفجيرات الاخيرة التي استهدفت مقرات رسمية في وضع مضطرب تعيشه عدن التي شهدت خلال الفترة الماضية حوادث امنية متتالية وتوترات سياسية بينما فتحت التفجيرات الاخيرة تساؤلات عن الاجهزة الامنية التي تمتلك القدرة على احراق مقرات سياسية في الوقت الذي لا تستطيع فيه حماية جنودها والحفاظ على منتسبيها ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة